بقى يعني تعالوا نبص كده انا بحب دايما امسك الوراء والقلم عشان نعرف ايه اللي مستنينا او ايه اللي احنا مش شايفينه لانه غالبا غالبا دايما احنا بصين تحت رجلينا لما تيجي تبص تحت رجلينا حضرتك تلاقي انه ان شاء الله بعد النهاردة البعثة بتاعت المنتخب سفرت على طائرة خاصة الغينية بيساو الطائرة اعتقد حركة الساعة اربعة نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول المنتخب بيالعب يوم التلات اعتقد دا هيرجع الاربع الجمعة هتبدأ مباراة الدوري مرة تانية الاهلي عنده مباراة مهمة طبعا امام فارقه طيب احسب كده معي حضرتك الاهلي لعب خمستاشر مباراة الاهلي دا اللي حنتكلم عنه هو القوامل الاساسي لمنتخب مصر طيب منتخب مصر عنده ايه عنده السنة الجاية امم افريقيا وعنده بقية مشوار كاس العالم ان شاء الله دي ارتباطات منتخب مصر الدولية وما يرتبط بيها بقى من معسكرات اعداد وما يرتبط بيها من مباراة ودية تحضيرا لأمم افريقيا تحضيرا لتصفيات كاس العالم الاجندة الدولية توقفات الاجندة الدولية نهارده في نص ستة بيرجع النشاط مرة تانية المحلي يتم استقنفه طيب الاهلي متبقي ليه كم مباراة حدرتك الاهلي متبقي ليه 19 مباراة الاهلي متبقي ليه في انسى سوبر افريقيا وانسى بطولة الكاس خالص حطهم على جنب مش هندخلهم في الحسابات هناخدهم فوق البيع طبعا مش من حيث الاهمية من حيث الاهمية طبعا السوبر الافريقي مهم جدا 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 بالنسبة على كل مستويات ادارة وجهاز فني ولعيبة وقبل كل دول الجماهير لك انا بكلمك على من حيث العدد يعني حيث عدد الارتباطات عدد المباراة اللي هتلعب في الفترة القادمة فانا هكتفي بمباراة الدولة تتكلم في 19 مباراة لو اتفقنا انك انت هتلعب مبارتين كل اسبوع يعني في كل اسبوع هتلعب مبارتين ده معناه انك انت محتاج تمن اسابيع ونص تمن اسابيع ونص دول يترجموا لشهرين يعني ينتهي الموسم لو ما فيش اي توقفات لاي سبب من الاسباب ينتهي الموسم في نص تمانية طيب تعال بص حدرك بقى ارتباطاتك كاهلي لانه الاهلي نص المنتخب يعني لعيبة الاهلي اللي هتلعب مع المنتخب مصر تقريبا هي نص المنتخب بتكلم على عشر لعيبة اغلبهم لعب اساسي يعني اغلبهم اساسيين اعتقد انه انت بتكلم على نص المنتخب لعيبة دي عندها ارتباطات ايه الموسم الخاضر واحد سوبر افريقي اتنين كاس انتر كونتيننتل تلاتة دوري ابطال افريقي اربعة كاس علام اندية بشكله جديد خمسة وارد جدا الدوري الافريقي او السوبر ليج لو حدث في الامور امور كلام لسه لغاية النهاردة مازال مش واضح هتقام بنفس نظام السنة اللي فاتت ولا هتقام بنفس بشكل مختلف هتقام بنفس عدد الاندية لشركة السنة اللي فاتت ولا برقم عدد اندية مختلف هتقام بنفس الجوائز المالية بتاعت السنة اللي فاتت ولا الارقام ايضا في العوائد المالية هتختلف فانت بتكلم على تلات بطولات قرية تكلم على دوري أبطال على سوبر ليج على سوبر إفريقي دوري أبطال مع بطل كونفيدرالية هذه ثلاث بطولات خرية وبطولتين على مئتين بطولة كاس علام للأندية تلعب فيها على أقل تقدير ثلاث مباراة وبالأسماء اللي أنا استعرضها مع حضرتك دلوقتي على الشاشة نقدر جدا جدا تروح فيها لبعيد مش هقولك دور قبل نهاء أتمنى طبعا يعني أتمنى لكن أنا شايف أنه خبرات لعبة النادي الأهلي ورهان على تدعيمات الميركاتو اللي جاي الأهلي يعني ممكن جدا جدا لو القرع خدمتنا نقدر الحقيقة نعمل شغل في البطولة يعني لو الأهلي ما وقعش في الأدوار الإقصائية في مواجهة حد من العادة التقيل ممكن جدا جدا توصل دور تماني بس ما علينا مش دي قصتنا دلوقتي بالتالي عندك انتر كونتينتل على مستوى الدولي العالمي عندك بطولة انتر كونتينتل عندك بطولة كاس علام في موسم عندك في بطولة أمم إفريقيا لتصدفها المغرب وفي موسم عندك في بقية مشوار تصفيات كاس العالم هل في حد مفكر في أجندة الكرة المصرية الموسم القادم هل في ممكن مبدئين هل من الممكن أنها تطرح حلول يعني سمعنا عن قصة تعديل شكل الدوري هل حد ده طرح هل تم الاتفاق عليه من النهاردة هل ممكن زيادة عدد المحترفين في اللاعبين المصريين يعني نحن النهاردة الأندية المصرية عندها بتسمح أو الدوري المصري أو ربطة الأندية بتسمح بخمس لعبين محترفين لكل نادي غيره لتحت السن هل ممكن زيادة قوام الأندية هل ممكن زيادة عدد المحترفين بنشوف في السعودية الدنيا مفتوحة النهاردة تونس بالمناسبة وهي بتحضر لفرقها اللي هتشارك في كاس العالم والتحديها التراجي ودوري الأبطال السنة اللي جايها بتفكر نهاردة انها هتزود عدد المحترفين مع الرغم ان هما ما عندهمش الدوري بيتلاعب بالنظام اللي عندنا ولا عندهم نفس عدد الأندية هل ده ممكن تكون حلول مطروحة هل ممكن الغابة والغابة طولها دي اعتقد مستحيل يعني ما اعتقدش انه في حد النهاردة رغم انه أجندة بقت صعبة جدا واللعابين كلهم يعني محطوطين جواه المفرمة لكن فكرة انك تلغي بطولة دي ما اعتقدش انه في حد يقدر يدفع تمنها والتمن هيكون تبير وغالي الكل هيتأثر والكل هيدفع تمنه ففي النهاية انت محتاج تطلع من الديلامة دي بحلول يتم العلانة عنها بدري بدري الناس مش هينفع دايما نستنى المشكلة لما تحصل وبعد كده نقعد نفكر طب ايه الحل وغاليا ما ما بيقاش في حل يعني احنا على مدار تجربة 3-4 مواسم فاتوا تقريبا تقريبا ما فيش حل المسم اللي الاهلي بيخلص فيه بدري هو ده الى حد ما بيدي جرعة اكسجين عشان نقدر نكمل ونواصل ونحقق نفس النجاحات اللي بتحقق كل مسم على التوالي على كل احوال النهاردة معنا كابتن فتحي نوصير هنتكلم فيه في الاجندة وهنتكلم فيه في التحديات وهل ممكن الاهلي مثلا مش عارف يعني انا بيتكلم مع حضراتكم انا ما عنديش معلومة ومستحب قرار في الاول واخر هل ممكن الاهلي مثلا دي برضو كلها كلها ارقام كبيرة جدا يعني انت النهاردة بتتكلم على انه النادي الوحيد النادي الوحيد اللي نشاط كرة القدم فيه بيحقق مرضود مالي يمكنه من الاستمرار كل الاندين النهاردة عايشة بالسلف والدين يعني تقليش ان فيه فريق في مصر بيحقق ارباح ملاية باستثناء الاهلي طبعا فبالتالي الاهلي عشان يقدر يطور من المستوى عشان يقدر يبص للمركاتو بتاع الموسم الانتقالات الصيفية اعتقد حطت عينه بشكل كبير جدا انت عندك بودجت محترمة جدا جدا سواء من ارباح الموسم اللي فات او عينك على ارباح الموسم اللي جاي فبالتالي حطت دايما في اعتبارك قدرتك على المنافسة وتحقيق كل الالقاف ايه الحقيقة يعني محتاجة ميزام من دهب عشان تقدر تقيس ممكن السيزن اللي جاي يمشي ازاي وفي النهاية اتكلم على منتخب مصر للرايح كاس عالم 26 ابتالي موسم زي ده عشان تحضر بيه منتخب تروح تلعب بيه كاس عالم بجد وتنفس في كاس عالم بجد وتخلص بقى وتعدينا من دور مرحلة دور المجموعات ده ونشوف مباراة نوكاوت لمنتخب مصر في كاس العالم انت بحتاج منتخب وقف على رجليه على كل احوال نهار ده زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا جدا هيجرب من خلالها بقى لنا كتير ملعبناش مطشوات ودايما التخوف بيبقى من فترات التوقف دي بنرجع بعدها شوية يعني بعد ما العجلة بتكون دارت والفريق وصل لمستوى فني وبدني على اعلى مستوى بيبقى فيه دروب شوية فيمكن عشان كنت